اخبار اليوم بادئ ب T يبقى انا لما حكتب حكتب A يبقى A T G T G T G A G T G A يبقى انا كتبت ايه دلوقتي انا كتبت التتابعة بتاع الجين ايه الشريط الذي يتكامل معه فاذا كان الطرف في ثلاثة شرطة فالشريط اللي انا هبتدي به خمسة شرطة واذا كان ده خمسة شرطة يبقى انا هنتيه بثلاثة شرطة هكذا تكتب هذا التتابعة طيب اتنين اكتب تتابعة النيكلوتيدات في قطعة ال-M-R-N-A تعال نشوف مع بعض T اكتب قدامها ايه هكتب قدامها ايه هكتب A طيب ال-A باكتب ايه T ماينفعش ليه ماينفعش لان ال-R-N-A مافغوش صينين فيه رسين فكتبت U C تبقى G طبعا منساش ان هنا فيه خمسة شرطة يبقى A U G ده التتابعة الموجود قدامي هنقول هنقول ده تلاتة شرطة يبقى انا هعمل خمسة شرطة خمسة شرطة وبعدين الت لما يجي ينسخ يبقى A U ج ج وبعدين ج U ج اللي او دم C A سي وبعدين ج U ج او دم C A سي وبعدين ج A G قدام C T A وبعدين U ج A اللي قدام A C T وبعدين تلاتة شرطة تمام ده الام R N ده الام R N طب هو عايز A تاني عايز التتابعات بتاعة نيكلوتيدات مضادات الكودون على T R N لازمة نقل احمد الامنية مضاد الكودون بتاعة U A C مضاد بتاعة أول المضاد بتاعة C A C وهنا C A C دي المضادات وهنا C U C وهنا ألاقي U G A خلي بالك ما أقعش بقى في الغلط U U G A ده يعتبر احد قواعد او تتابعات كودون بيسمون كودون الوقف وكودون الوقف ملوش مضاد كودون عشان كده مش هقع واكتب A C U لو كتبت كده بقى أنا مش فاهم يبقى عشان كده ما حطتش آخر تتابع من السؤال أو الفقرة دي طب نرجع للسؤال بقيته بقول حدد عدد الكودونات على الامة 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 الني كم التي تشارك في بناء سلسلة عديد بقيته عشر أزواج من كلوتيدات على جزيء الجي كل عشر أزواج على الجزيء المزدوج عشر علمين وعشر على الشمال يمثلوا لفة لجزيء الجي الفقرة الثانية من السؤال اللي بتقول ماذا يحدث في الحالات التالية وعايز أعلمكم حاجة مهمة جدا في ماذا يحدث لازم تقول النتيجة ولازم تقول التفسير وصول الحانات الملوية لن يتم إخصاب البويضة ولن يتكون جنيه ده النتيجة طب التفسير لأن البويضة تنتق في اليوم الرابع عشر وتموت في ظرف يوم أو يومين فتموت قبل وصول الحانات الملوية ولذا لا يحدث الإخصاب ماذا يحدث في غياب النوال الأنبوبية من حبة اللقاح لو غابت النوال الأنبوبية من حبة اللقاح لن تتكون أنبوبة اللقاح ولن يتم الإخصاب المزدوج كوان البذرة ماذا يحدث إذا نقص الأكسوجين الذي ينقله الدم إلى إخضى العضلات الهيكلية هتلجأ العضلة إلى التنفس اللاهوائي وينتج عن ذلك تراكم حمض اللاكتك في العضلة مما يؤدي إلى حدوث إجهاد للعضلة طيب أعزائي الطلبة برضو ماذا يحدث خلط خلاصة أزهار نباتات بسلة الزهور البيضاء زي تركيب الجيني لو الاثنين زي التركيب دوات لن يتغير اللون إلى اللون البنفسجي لأن كل التركيبين يحتوي على نفس الجين في نفس الزوغ ومن شروط ظهور اللون البنفسجي أن يتواجد جين ساعد في الزوغ الأول لإخضى الأزهار مع جين ساعد في الزوغ الآخر للزهرة الثانية أخيرا ماذا يحدث في الحالات التالية غياب كوضون الأيو جي من بداية الأمة لو غاب الأيو جي لن تبدأ عملية تخليق البروتين بل تتوقف فالأيو جي هو الذي يساعد على تخليق البروتين السؤال اللي بعد كده بيقول صبغي يحمل أربع جينات ألف وباء وجيم ودال نسبة العبور بين به وجيم 21% وبين ألف وباء 18% وبين ألف ودال 12% وبين به ودال 6% ارسم خريطة صبغية لهذا الصبغي واستنتج نسبة العبور بين جيم ودال واستنتج معدل عبور بين به ودال ده المطلوب بالنسبة لهذا الفقرة في سؤال آخر هنجاوبه بعد من حل الفقرة الأولى طيب إزاي تعلم أرسم خريطة صبغية الأول بيقول أربع جينات ألف وباء وجيم نسبة العبور بين به وجيم كام نقراها ونحدد بين به وجيم 21% وده تعتبر أكبر نسبة يبقى في الحالة دي أعمل لو كان ده شكل الصبغي أقدر أحدد به وجيم فين على طرفي الصبغي يبقى هنا ب وهنا وجيم ب وجيم ليه بقى حطيتهم كده على الأطراف علشان هم أكبر مسافة كام بقى المسافة هي من نسبة العبور 21% هنتم مثل 21 المسافة يبقى المسافة دي 21 وحدة قياس أطوال بين مين بين به وجيم طيب نكمل وبين ألف وبقى طيب أنا عندي به هنا يبقى ألف أحطها فين دول 21 يبقى أدخل كده لغاية ما أوصل تقريبا للنقطة دي وحط ألف ليه بقى أعملت كده عشان تمثل المسافة دي كام 18 وحدة إذن المتبقي من ألف لبقى كام اللي من ألف وجيم آسف 3 وحدات 3 وحدات بين ألف وجيم نكمل بيسألني بين ألف وبين ألف ودال 12 في المية بين ألف ودال 12 طب دي كلها 18 وهنا 3 أنا عايز 12 يبقى أخش كده بدال وحط دال هنا يبقى من ألف ودال كام 12 طب من ألف وبيه 18 طب من به ودال كام حيكونه 6 وحدات يبقى أول حاجة برسم وبحدد النسب العبور باخد باستخدمها فيه إن أنا أنا بعرف منها المسافة استنتج نسبة العبور بين جيم ودال بين جيم ودال أدي 12 وتلاتة يبقى خمستاشر تبقى نسبة العبور 15 اللي هي بين مين ومين بين جيم وبين دال الجزئية التانية استنتج معدل العبور بين به ودال به ودال 6 ده نسبة العبور لكن معدل العبور هيبقى 12 لماذا؟ لأنني بقدرب نسبة العبور في 2 آخر جزئية في اختبار اليوم أذكر حالتين مختلفتين لا يستخدم فيها التلقيح الاختباري لتحديد الترز الجيني للصفة الورصية عندي حالات كتير جدا هنذكر منها حالتين منهم الصفة المتنحية في حالة السيادة التم لا تحتاج إلى تلقيح اختباري لأن ترزها المظهر يدل على ترزها الجيني أيضا حالات انعدام السيادة لا يدل لا تحتاج إلى تلقيح اختباري لأنه لكل ترز مظهر ترز جيني خاص بها ايضا زكر السديات يكون صفة المرتبطة بالجنس يدل طرزه الجيني على طرزه المظهري هذه حالات ثلاث نأكد فيها ان هذه الحالات لا تحتاج لتلقيح اختبار بكده نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم وحلنا فيه نموذج من نمازج امتحانات السنوية العامة ونتمنى ان احنا نكون وفقنا في اختيار هذه الاسئلة والاجابة عليها وان شاء الله نلقاكم على خير في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته